رح نروح طبعا احنا لأول ضيوفنا ببرنامجنا بيوم جديد معانا دكتور بسام القاسم رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس المحلي الأمني في محافظة الزرقاء والصيفة يسعد صباحك دكتور بسام نورتنا الله يسعد صباحك كل الاحترام والتقبير لكم وعلى جهودكم الكبيرة اللي دائما احنا منشوفها في رفع الوعي البيئة على مستوى الوطن والعالم شكرا لإلك دكتور بسام نحن نتحدث على رفع الوعي بموضوع البيئة والصحة منشوفي هناك العديد من الأشخاص بحكي لك لا ما هو هاي الوضع ما لهش اشي هاي البيئة منيحة التعريف على أهمية الحفاظ على البيئة وصحة البيئة كديش مهم إلنا كيف بتم التوعي من خلال عملكم في لوائر صيفي تحديدا يعني بداية ستكاتي والحمد لله رب العالمين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين يعني موضوع الحفاظ على البيئة هي عبارة عن جزء من عقيدتنا وتشريعنا السماوي طبعا وهذا الشيء يعني منصوص عليه في معظم الديانات في الديننا الحنيف الإسلامي يعني المسار بصدق بموضوع اللجنة صحة وبيئة مركز أمن المدينة في لوائر صيفي كان لعله البصم الحقيقية في رفع الوعي البيئي وما زالت المسيرة مستمرة وإحنا فضل من الله خلال الفترة الماضية كان في أكثر من خلينا أقول مبادرات تممت على أرض الواقع وإحنا ننظر دائما للمبادرات أو الأعمال في رفع الوعي البيئي ترجمتها على أرض الواقع باستدامة يعني في عنا من 2015 و16 قمنا بزراعة مجموعة من الأشجار في أكثر من مكان مثل مراكز الأمنية أيضا في المدارس أيضا في أمام مستشفى الأمير فيصل وكانت الأمور والاستجابة من المجتمع المحلي نوع من الفرحة الآن اللي بننظر لإله بصدق أنه أن نزرع حب الأرض بالفكر قبل أن نزرع الشجرة في الأرض لأنه الحمد لله خلينا أقول شعبنا كثير مبادر شعبنا بده توجيه بوصله بخدمة وطنه عنده الاستعداد أنه ينتقل من مرحلة خلينا أقول عدم المبادرة إلى الإنجاز وهلأ إحنا كلجنة بيئة وصحة في مركز أمن المدينة في الواقع الصيفة طبعا بقيادة الباشا أحسين بيك الحواتمة وعنده مدير شرطة الصيفة محمد بيك العواد ورئيس المركز بشار بيك إحنا التعاون كامل مع الشرطة المجتمعية الشرطة المجتمعية أوجدت لأن أبواب فتح مسارات كانت فيها صعوبة أن ننجز فيها بالسرعة هاي طبعا ما أجد أفندي أن رئيس شعب الشرطة المجتمعية كان لإله الباع في تيسير الأمور تم توقيع اتفاقي ولأول مرة خلينا أقول تاريخ وزارة البيئة والزراعة أن يكون لجنة صحة وبيئة في المجلس الأمني المحلي بيكون بينهم مذكر التفاهم بمشروع التحريج الوطني الذي انطلق في شهر 7 من الـ 2010 ساعة سبعة وكان هذا المشروع بصدق إله خلينا أقول تحقيق حلم وأمل بجميع المهتمين البيئيين في الأردن لأنه المشروع بنصف أنه سيكون فيه زراعة 10 مليون شجرة خلال العوامل القادمة خلال خطة متكاملة فلما نقول نحن على رفع الوعي البيئي يعني كما قال سيد البلاد لم يعد ممكنا الاكتفاء بمواجهة الأخطار البيئية نحن الآن سننتقل إلى مرحلة الحلول ونحن طبعا رؤيتنا ومسارنا على طريق سيدنا جرات الملك عبد الله ونحن فخورين جدا أيضا بسمه ولي الأهد لأنه كان عنده المسار التواوي الشبابي من ناحية رفع الوعي البيئي ونحن نذكر أنه كان له زيارات لإدارة الملكية لحماية البيئة وهذا الشيء وأنا من هذا المنبر أتشرف وأتمنى جميعنا في لوائر صيفة أن ندو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين أن يكون الراعي والحاضر في عيد الشجرة القادم لنزرع الشجرة مع بعض في لوائر صيفة أو الزرقاء بحضوره السامي لنفرح بحضوره لأنه سيكون إن شاء الله بـ 14 واحد يوم عيد الشجرة ونحن في زمن الكورونا لا نتوقف عن زراعة الخير ولا نتوقف عن زراعة الأشجار ونحن نتوقف أن نكون من الذين يسعون إلى تخضير هذا الوطن الجميل دكتور بسام حكيت عن المبادرات وأهمية إشراك المجتمع المحلي بهاي المبادرات ذكرت منها زراعة الأشجار إيش في مبادرات تانية غير زراعة الأشجار؟ بالنسبة لموضوع كلمة بيئة موضوع كثير كبير ممكن يكون فيه ضوضاء بصري يعني أحيانا نحن بكون فيه حرق النفايات هذا الشيء مؤلم لأنه ومضر كثير للسكان ومضر بالنسبة لتلوث الهواء أيضا هناك فيه ظاهرة نتمنى أنه نحث أبنائنا ونوعي أبنائنا أنه أسوار المدارس هذه هذا أسور بيتنا الكبير مدارسنا بتتعرض لنوع من خلينا أقول التلوث البصري أنه فيه خربشات بالصير عليه بكلام لا يليق للمجتمعنا ولا هو من عاداتنا وتقاليدنا قمنا بأكثر من مبادرة ومن آخرها يعني أنا سميتها إيش؟ مدرستي أجمل بأيدينا إيدي بإيد أردن أخضر قمنا فضل من الله بديهان أسوار مدرسة رملة بنت أبي سفيان في منطقة الزرقاء جبل طارق وكانت مساحة الأسوار 1500 متر فكان مكتوب عليها يعني كلام لا يليق أنه ينكتب بهذا الصرح الألمي ولما بلشت المبادرة لا تتخيلوا شو أهالي المنطقة كانوا أيضا مبادرين وصارعوا أكثر مني بالمبادرة ودهناها كاملة أسوار المدرسة وكان فيه تعاون من الأهالي ومن مجلس تطوير التربوي بالزرقاء الأولى وكان تعاون جدا من المحيطين وحتى الطلاب شاركناهم بطريقة التباعد هلأ بدنا نحكيها شغلة معينة هلأ حتى إحنا في هذا الجائحة اللي نسأل الله أن يرفع الوباء عن وطننا بإمكاننا أن نعمل بعض الفعاليات ونكون على وعي بارتداء الكمامة بالتباعد بطريقة التنصيق بهذا المجال دهناها كامل صارت الآن لوحة فنية الكل بتباهى فيها وطبعا دهنا بعض من أسوار المدارس برصيفة وهذا كلام مستدام لدرجة أنه صار يجينا اتصالات أنه ممكن ننجز هذا العمل في إربد أو في العقبة أو جميع المحافظات صار في عنا أيضا فريق بإربد بإذن الله مستمرين في هذا الإنجاز دكتور يعني تحدثت عن جائحة كورونا تحديدا من خلال مبادرتكم كيف تم التوعية بموضوع الكورونا وتحديدا بلواء رصيفية نشوف نحن هناك العديد من المبادرات بالألوية وبالمحافظات وبمدنة الأردنية بالتوعية بموضوع الكورونا بتوزيع الكمامات حتى المعاقمات والآخر شو كان دوركم بهذه الفترة دورنا كالجان صحي وبيئي في المجالس الأمنية المحلية وخاصة في مركز أمن المدينة برصيفة كان قبل ما يكون عنا إغلاق للمدارس وتدريس عن بود قمنا في زيارة لأكثر من مدرسة بتنسيق مع مدرائها ومضمنها مدرسة رصيفة الأعدادية وكانت هذه القطعة طبعاً إحنا اللي هي الكمامة نعم يكون في عنا قناعة أنها ليس العقاب بترتديها بل هي وسيلة للوقاية خليني نحكيها أنه في ناس كثير بحكولك أنه فرضوا علينا الكمامة فرضوا لأنهم بحبوا شعبهم الحكومة الموضوع الكمامة حتى علمياً اللي برتديها بتخفف نسبة الإصابة بتوصل لدرجة 2% النقطة الثانية موضوع غسل الأيدي أحنا بجوز الكل بتحدث عنه وحالياً صار فيه لمس أنه الاستهتار يؤدي إلى الإصابة والوفاء سوف يحلنا حالات وفاياة رحمهم الله من توفوا في هذا المرض ومن سبقونا ونسأل الله الشفاء العاجل لكل المرضى بالكورونا وغير الكورونا الفكرة الفكرة أنه فكرة أنه هذا المرض مش موجود هذا يعتبر انتحار طبعاً فكرة أنه الاستهتار بأخذ التعليمات هذا يعتبر أذي للآخر سهل اللي بحب نفسه وبحب عائلته وبحب وطنه يجب أنه نخرج من هذه الجائحة بوعي متكامل نعم يعني اسمحي ليستكافي أقول على نقطة معينة وجمنا سيرة الوقاية أنا اللي بتمنى أنه حالياً فترة الالتزام اللي إحنا بلشنا نلمسها أنه الكمامة وخاصة الكمامة اللي بتكون لمدة معينة لاستخدام مرة واحدة لاستخدام مرة واحدة فنأمل أن يكون طريقة التخلص من النفايات المضرة بطريقة صحية دكتور في أقل من نصف دقيقة إيش رسالتك بتوجهها وما القادم؟ رسالتي بقولها دائماً وطننا يستحق أن نقف يداً بيد وبصورة جماعية للخروج من هذا الوباء لأن منظومة الخروج من هذا الوباء ما بترتبط بأشخاص دون أشخاص منظومتها متعلقة بشمولية فإن شخص أهمل أو استهتر أضع كل التعب اللي حصل ونسأل الله العلي العظيم أن يرفع هذا الداء عن بلدنا وعن وطننا وأن يجيم سيدنا فوق روسنا وأن تبقى أردن الخير دوماً نموذج في الصحة وفي العطاء وإحنا أكبر رأس مال لأنه اللي هي ثروة أو خلينا أحكي الإنسان لنبني الإنسان بفكر واعي لنبني الوطن بقوة ومتاني شكراً لإلك دكتور بسام القاسم نورتنا ويسعد صباحك يا رب صباح الخير كنا منعرف مشاهدين أهمية الوعي عند الأشخاص يعني زي ما ست البيت بتكون خايفة على بيتها وعلى حديقة بيتها وعلى حتى نظافة كل تفاصيل منزلها لازم يكون عندنا الوعي أنه إحنا نحافظ على بيئة منطقتنا شوارعنا أصلاً بل نحس راحة نفسية لما بيكون كل شيء مرتب وكل شيء نظيف يعني عمدين أنت أحنا نقول لك أنا لابسي الكمامة طب أنت لمسها هيك أنت لازم تلبسها تذكر أنفك يعني هي الموضوع أنك أنت تذكر منطقة الأنف مش بس منطقة الفم